جوزي ما بيتكلمش معايا خالص جوزي طول الوقت ببوس ايده عشان يقعد معايا يتكلم يشوفني مالي يشوفني اللي مدايقني ولما بكلمه في الشغل يقولي طب هو ده وقته طب يعني انت بتكلمينا وانا في عايز الشغل يعني وقته ان انت تحكيلي مالك لما يجي حاضر يا سيدي قفلت جيه طب يا حبيبي مش لما نتغدى الاول حاضر بعد الغداء طب ممكن نقعد بس شوية انا طفشانة وزهقانة حايز حتى اتكلم معاه ممكن تكون عندها مشاكل في شغلها مع مامتها مع بابوها مع اخوتها في الشارع حصلها مشكلة ويرجبة مواصلات طب خلاص هتخل بقى انا مشوية عشان نازل مع صحابي وممكن وهو اصلا حتى في البيت قاعد ماسك الموبايل طب يا حبيبي مش هتسيب الموبايل هو انت بتغيري حتى من الموبايل هو انت بتغيري طب بتكلم مين صحابي طب يا حبيبي قلتلك اتكلم معايا شوي يعني انا مش فاهم يعني انك ده اسيبلك البيت وامشي كل ده وهي عارفة وشايفة ان في خيانة على الموبايل في خيانة زوجية على السوشيال ميديا ايا كان بقى شوفوا اي حاجة حطوها تيليجرام انستجرام فيسبوك ميسنجر شغال كل حاجة طيب الست هنا وقفة في حيرة اعمل ايه بقى اسيبه وخلي السوشيال ميديا تنفعه واخوه بعضي وامشي ولا ابقى كده ابقى خربت بيتي واستنى ولا امشي اقول ولا ما اقولش ولما بقول بابا مش واسقى في نفسي معاين انا ست جميلة وامر وسيده يتمنيني طب انا مفيدة عمليهية دي حيرة الستات في الوقت ده معانا في الاستوديو الدكتور طارق الياس خبير التنمية البشرية وتعديل السلوك يا دكتور اخبار حدثك ايه؟ اهلا بيكي انا بكون سعيد وانا معاك انا كمان والله يا فندم والله دي حقيقة لان بناخد كلام في الصميم يعني بنستمتع بالحوار وبنستفاد كمان انا ادتلك الوضع للست في دلوقتي الحيرة اقول ووجهك والله هتطلعني ما عندي السقة بنفسي وشكلي يبقى وحش ولا اسكت بس وانا سكتة بغل انا بقى بغل ودمي بتحرق وضغطي بيأعلى وما بنامش وما باكلش وممكن اطلع الكابت ده على العيال الزعيق وخناء وفي شغلي انا هي اصح اكشفك واقول لجوزي انت بتخني على السوشيال ميديا وطبعا بنجيب احنا بقى خلاص يعني فيه أبس دلوقتي خلاص بقى بعرفة وبيكلم مين وبيعمل لايك لمين استنوا بس هنقول لكم كل حاجة احنا مش قاعدين سكتين كده احنا عارفين كل حاجة بس عارفين نفسنا مش عارفين الحيرة بقى دكتور هي دي مش حيرة بقدر ما هو غضب احنا بنجيب كلم الاخر مش من الاول الموضوع من بدايته ان فيه حد من جواه حن لأيام عدم الالتزام تمام ليه لان كمية الالتزام اللي هو فيها او حجمها هو زهق من الالتزام مش من الست اللي عايش معاه ولا العكس تمام اذا موضوع الالتزام هو السبب وهو المتهم الاساسي تمام طيب الالتزام معناقي بقى انه لازم يرجع البيت في ساعة معينة وعندما كان عازبا ما كانش عنده مشكلة خالص انه يرجع في الوقت اللي يعجبه طب ما هي كمان ما كانش عندها مشكلة ما انا موتش حاك ايه دكتور يعني هو الراجل بيزهق والست ما بتزهقش اللي تنزع يبع طب احنا متعودين احنا اتخانق عادي اتخانق اذا ما انت عايزة بس انا عايزة اقولك السبب الاساسي في الحكاية ماشي معاك يلا طيب فلما كان هو الى حد ما مش ملتزم خدي بالك الحكاية مش حكاية عدد ساعات الحكاية مطلوب منه ايه عند العودة هي دي المشكلة تمام عشان كده لما بيقعد مع نفسه او هي تقعد مع نفسها وحتى هي لما بتكتب لصحابها البنات اللي زيها ده مش معناه ده مش معناه انها زهقانة لكنها لقت حد عنده نفس الاهتمام لا زهقانة ما هحكيلك ماشي هي لو زهقانة مكنتش بسطل وهو بيشتغل على الايه على الواتس بتاعه او على الفيسبوك وقالت له هو انت ماسك التليفون ليه طول الوقت لا هي مو زهقانة هي فقط عايزة حد بس يبادلها نقطة مهمة اه طيب هل نقدر نجزم انا وانت ان الزوج يقدر يقول لزوجته حاجة محددة ويستنى رد بتاعها ما انا بس عايزة اقولك على حاجة انا بس ديني حاجة نتخانق عليها يلا طب ماشي دلوقتي انت توهتني يا دكتور دي انت توهتني دلوقتي طب انا اختاري نرجع للعنوان تاني نرجع للعنوان دلوقتي تاني اولا انا بس معترضة في الحتة دي وانا انا عارفة انت بتحبني اعترض زيما انت عايزة طبعا دلوقتي انت بتقولي الست ايه زهقانة حلو كده او مزهقانة يعني انا يعني انا الستات لما بتبتدي تركز على السوشال ميديا ببقى اكيد جوزي هاملني بجد يعني انا مش موجودة عنده على الخريطة دلوقتي فبتدي بص بقى على الناس وبيلابسين ايه وبياكلوا ايه انا زهقانة انا في اللحظة دي وليه زهقانة عشان النص التاني شريك حياتي مش مديني اهتمام لكن الست لما بتبقى مبسوطة وجوزي هميديها وقت وقاعدين وبيتكلموا وبياكلوا وبيشربوا ومعرفش وتفرجوا على تيفزيون الست ما بتمسكش التريفون اصلا طيب اوكي اوكي الراجل بقى هو اللي بيمسك التريفون خد يبالك دي حالة مثالية قوي لما نيجي نقول ايه ان الراجل بيشارك الست في انها بتحب الموضة مثلا وده ليل قوي ما هتلاقيه ولازم نتكلم بشكل وقاعي والدليل على كده بعد اذنك لو الست بتعمل شوبينج الراجل موقفه ايه من الشوبينج ده انه يبقى هو اللي بيدفع ولو يقدر انه هو يقعد في اي مكان في الغالب يعني لغاية ما تخلص لفتها ويديها الفلوس اللي هتشتري به بس ما تتعبوش في اللف لان الراجل يختلف عن الست قوي حتى في الشوبينج يعني لما يحب يشتري حاجة نفسه حضرتك بينشن على محل معين في حتة معينة ما بيلفش تاني حتى لو اتدحك عليك وما بيقبلتش حد يقوله انت اتدحك عليك ويزعل كمان خلاص لما بيرجع البيت بقى حضرتك بعد شغل هو عايز حاجتين لان ده تكوينه اولا مش عايز يسمع اي نوع من انواع المشكلات مهما كانت وده هيعمل مشكلة اكبر مع زوجته ليه مالية هتحكي لمن مالية هتفتفض لمن يعني لما البي راجع من الشغل مش طيق نفسه طيب ما هي برضو الست ممكن تبقى لسه راجع من الشغل هي كمان انا بقى انصح الست بحاجة انه لما بيجي بيبان على ملامح وشه حاجتين الحاجة الاولى اللي حصل في الشغل فبيبان انه هو قافل قافل هو مش عاوز يحكي لها اقولك ليه مش عاوز يحكي لها الزوجة عندما تستمع لمشاكل الزوج خاصة شغله هي غير محايدة غير محايدة يعني ايه هي حطة في دماغها حاجتين وهي بتسمع امن البيت الاقتصادي اللي هو بيمثله شغله وكمان الاستقرار الحياتي عشان كده هي بتبقى منزعجة فساعدته امت دياله نصايح يعني تقول له ايه طب خد بالك بقى انك ممكن تكون بسبب انفعالك انت قلبت الدنيا عليك وممكن عشان تنصحه تاني كمان فتفكروا بحاجة حصلت في شغل تاني قبل كده وانه سابه بسبب حاجة شبيهة يغضب جدا لما يبتدي يحس لانها فاهمها يعني دايما هو الراجل عموما هو لا بيحب يقول مرتبه كام ولا الحوافز اللي خدها كام ولا مثلا مرتبه لو زاد ما يقولش لمراته ولو عنده مشكلة هو اصلا ما بيحبش يباقي نفسه قليل ما بيحبش يلاقي نفسه صغير بالزبط كده ولما انت لما ما تلاقيش نفسك مع الست اللي انت بتنام جنبها الامن والامان والمودة والرحمة المفروض تحكي لمن اهو بقى ما يحكيش للست اللي مشاركيان مسئولياته ومشاركيه همه ومشاكله وكل حياته يروح يحكي لست تاني على السوشيال ميديا طب الغلط مش من الست اللي في البيت الغلط من الراجل ما هو لانه لما حكى عالسوشيال ميديا هي جات في صفه وكانت متعمدة طبعا اكيد بينما هي الست اللي معانا يا شايلة الهم في البيت عشان ما نجيش في صفه هي خايفة عليه هي قلقان عليه طي المعادلة دي هي اللي صعبة مش حكاية السوشيال ميديا السوشيال ميديا في حد ذاته هو مش المتهم الوحيد اقولك ليه لانه ممكن الزوج ده يعاكز زميلته اللي قاعده جنبه في المكتب اللي في الشغل طيب من غير للسوشيال ميديا ولا اي حاجة دي واحدة بيشوفها كل يوم ممكن يعاكس عميلة ممكن الست نفسها وهي رايحة مكان ما بتشتري منه او هتروح النادي حد برضو يكون مهتم بيها ماشي بس ده برضو خلاص الحياة كلها انا بتعاكس وهو بتعاكس وكل الناس ده طبيعي اللي قاعده اللي قاعده